نتكلم من حضراتكم من التقرير ذكر رقم مهم جداً أن الدوري المصري تالت الدوريات الأفريقية مش التاسع والتاسع آه عالمياً ولكن الثالث نعم عالمياً التاسع ولكن تالت الدوريات الأفريقية في إقارة واستقالة المدربين في الموسم الماضي وده حسب التقرير يا كابتر حشيش نحن عاملين ريكورد الحقيقة في تغيير المدربين وده نتيجة طبعاً للتخبط الإداري لأن اختيارات مجالس الإدارات للمدربين ما بتبقاش على المستوى المطلوب بنشوف يعني عشان تختار مدرب لازم تعرف أنت عايز إيه من الفرقة بتاعتك السنة دي هل عايز أن أنت تنافس أن أنت تفضل في المنطقة الدافية أن أنت تعمل إيه أنت بتبني فريق مثلاً في خلال سنتين ثلاثة ده ما بحصلش احنا بنشوف اختيارات المدربين وبعد ذلك اللي بتحكم في اختيارات المدربين كمان الوكلة بتوع اللعيبة والمدربين دي ظاهرة بقى يعني دي عايزة حلقات وحلقات الوكلة بتوع المدربين واللعيبة لأن كمان بيبقى يعني فيه ارتباط وصيق بين الوكيل والمدرب إما بيروح كمان وبشوف له نادي بيبقى في اختياراته للعيبة كمان ودي كارسة الكوارس أنا بتكلم الكلام ده أنا في المجال وعارف وعارف حاجات كتير جداً موجودة في هذا القبيل أن لا أنا هجيب لك الحتة الفلانية وحبعد كده بقى اختيارات المدربين نادي الفلاني ولا كده اللاعبين أم أنا اللي أجيبهم آه بالظبط أنا هعمل كذا 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 وهتاخد معاك كذا أنا شغلتك بقى فأنت شغني فأنت شغني فالعملية بعيدة كل البعد عن الرياضة وعن كرة القدم أن يبقى الأسلوب بالطريقة دي كذلك مجالس الإدارات مفيش من الحكمة أن هي برضو يعني غير أن اختياره غلط خلاص اختار طيب استنى شوف الراجل ده دي له فرصة الراجل لسه ماسك فرقة جديدة يدي له فرصة عشان يعرف يعمل حاجة يعمل شغل إنه مش بعد أسبوعين السنة اللي فاتت تقريبا بعد أسبوعين بتادت الأندية تغير مدربين والأكتر من كده والغريبة جدا كمان إنه مدرب يعني فشل مع فرقة وتلاقيه اتنقل لفرقة تانية في نفس القصة وحصل في سنة من السنين إنه فيه مدربين مسكوا أكتر من نادي من درجة إنه احنا بنحلل الموتشاط ما بقاش عارفين الكابتن ده بيدرب داخلية ولا بيدرب سموحة يعني بتبقى أنت متلخبط هو لسه هنا ولا تغير هو بيبقى عامل زي الأوفر يعني هو خد مدرب وعليه مدرب بالزبط كده طبعا يعني ظاهرة غريبة جدا جدا الحكاية دي وبعدين لو هنرجع بقى في مشكلة التدريب من البداية في مصر إن معظم المدربين غير مؤهلين تأهيل صحيح يعني أنا بشوف من خلال طبعا وجودي في منطقة القاهرة مدربين قطاعات الناشئين مفيش رخص مفيش ده فيه ناس مش واخدة الأساسية وبتمرن مرن في أكاديميات والأسف الأكاديميات دي شارية فرق فبتدرب لعيبة لدرجة إنه إحنا عشان غاب عننا كمان الرخص الإفريقية يمكن حوالي 6 سنين دلوقتي الناس مش عارفة تأخذ الرخص الأساسية فبتدين إحنا كمنطقة القاهرة نجيب مدربين ونعمل دورات الناس بقت تتنشأ على حد يعلمها حاجة جماعة حد بس يقولها حاجة مفيش كلام من ده خالص بيحصل طب هيقهل نفسه إزاي هيجيب سدهات بقى ويتفرج عليها ويسمع هو عايز خبرات وعايز ناس فبتديني نعمل دورات تدريبية ودورات إدارية لأن بنحاول نعوض بس النقص فيه الرخص الإفريقية كمان الرخص الإفريقية في وقت من الأوقات اللي فاتت ما كانش معترف بيها برة المدربين بيطلعوا يدربوا برة في آسيا ولا أوروبا في آسيا وأوروبا يقولك إيه لنتوخيد هذه أنا مش معترف بيها هنتكلم في كل هذه النقاط ولكن كابتن حشيش حط إيده